اشتركوا في القناة 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 عملاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولكن أظن أن هناك وزارة ستبني ملايين من المستشفى ونأتي للأطباء من المستحيل نحن لدينا النقص للأطباء وأنا بالنسبة للأصحاب مثلهم إلا عندهم أطباء أولادهم إلا عندهم أطباء يريدون أن يخدموا مرحبا بهم أنا حتى الموديل الجيهاوي الوزير يقول لك يجيبوا للأطباء ونخدموهم يجب أن نفهموا هذا الموضوع لكي نكونوا يد في يد لكي نكونوا نتيجة إيجابية أنا اللي سنوعدكم به واللي وعدنا به السيد العامل والسيد المندوب الجيهاوي عما قريب إن شاء الله سيجعلوا كثير من جهتهم لكي تكون نتيجة التي ستفرح الساكنة لا نقول 100% وإن شاء الله سنوصلوا إلى نتيجة 100% بالنسبة للأطباء المطرية الحمد لله المستشفى ما خاصة شي حاجة خاصة سكانير وأنا عندي وعد بأن إن شاء الله يعني راه داروه في البرنامج ديال 2023 باش غادي يكون سكانين مدينة زيو المدير عما قريب إن شاء الله غادي يكون واحد تعيين ديال المدير كان شي ضروف يعني فوق الجهد ديال المسؤولين خاصة ديال المدير الجيهاوي ولا الوزارة إن شاء الله عما قريب غادي يكون تعيين ديال المدير باش نتفادوا هاد المشاكيل وبالنسبة إلي كان شي مشكل عند ساكنة بالنسبة المستشفى أو كان إهمال أو كان تقصير أنا مرحبا بأي واحد ولكن تكون أدلة دامغة مشيغي الهدرة لأننا ما بغيناش نخليوا فرص الناس خورين اللي بغين نوضج أو يستغلوا يستغلوا الفرصة سياسية إحنا ما بغينا نديروا لا سياسة إلا وإحنا بغينا نخدموا المدينة أي واحد مشى للمستشفى القرب وكان عنده مشكل ملموس أو تقصير أنا يتصل بيه وحتى المدير الجهوي قال لي ما تكون إثباتات بطبيعة الحال لدى الشيغالات رغي تحمل مسؤولية دياله أنا جيدة با باش نقول ساكنة زيه إن شاء الله المستشفى القرب رعطينه واحد الأهمية كبيرة لم جهة ديالي ولا السيد العميد ولا المدير الجهوي هذه النقطة اللي بغيت نوصلها لأن اتصالات كتير تتصلوا بيه أنا اليوم كخصني نكون فربعة عندي الجلسة وأرى هلغيتها باش نكون هذه الرسالة نوصلها للساكنة باش يعرفوا بأن السياسيين أنا كهندر على راسي رأيهم خدامين ومهتمين بالموضوع بالمشاكين ديال زيه وخاصة المستشفى القرب ماشي هاي المستشفى اللي عندي الشيكايات رأيهم مستشفيات كتيرة ولكن أنا كنعرف الواقع كنقول لا حوله الأقوة إلا بالله ورأت واحد من كله يدير كتر من جهده ولا العسا السحرية سيأتي الطبيب كأن أزمة ديال الأطباء في المغرب لأن الأطباء ديالنا خرجوا للخارج إذن كنت مننا تستحملوا واحد شوية إلا القليل ما بغيتش لفوضة في مدينتنا ما بغيتش لفوضة في بلدنا وما بغيتش نخليه الفرصة يستغلوا ها نسخورين اللي بغين ينوضوا دجاف زيه هاتشي اللي بغيت نتطرق له وكنشكور ساكينة على التيقة وأنا رهن الإشارة ديال الجميع وبطبيعة الحال ما بغيتش نسمح لشي واحد كان مريض ومشى وكان تقصير لا أنا ولا الوزارة ولا المديرية ولا المسؤولين ديال الصيحة غاد يسمحوا أنه ادار هات الفوضة وكنشكوركم وأنا رهن الإشارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر